عايزة أسأل حضرك سؤال وأنا هتكلم زي اللي بيحصل فعلا يعني ده في بعض يعني طبعا مش هعمم يعني لكن بعض الناس يقولك أو بعض الناس حتى بقاش سيدات بس يعني يبقى كل الناس نهار ده تقولك إيه إحنا بنتسلة أنا مش قصدي أجيب سيرة حد في حاجة إحنا بنتسلة سيرة فلانا جت بالباطل أو بيحكوا موقف حصل وكلنا قاعدين كسيدات نتكلم على الشخصية دي وهي مش موجودة يقولك إحنا مش بنشتمها إحنا ما قلناش حاجة وفعلا ما بيبقوا الشتموها لكن سرتها بتبقى جت وحكوا اللي فيها واللي مش فيها فالنهار ده حكم الدين في دا أيام حس ده حتى هو أكيد حرام بس هو كمان عيب قوي إزاي بريعمل كده إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته نص كده يخلينا يعني نمتنع تمام بالإضافة أن حضر السلم النبي قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فمن تتبع عورة أخي تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في بيته وفي رواية يفضحه في بيته ده حضرتك انظري إلى معنى أسمى من هذه المعاني مفيش حاجة أسمها أصلاً بتكلم وبنفط فض لا إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا مش حطيتها في ذهنه خالص وهي من صخة الله فيهوي بها في جهنم سبعين خريفة وإن العبد لا يتكلم بالكلمة وهي من رضا الله فيرتقي بها الدرجات حديث بالإضافة كمان أن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأتي الرجل أهله طروقاً يعني إيه يعني يجيهم فجأة أنا ما يكون مسافر ما يجيش فجأة ليه قال لك لأن ده كأنه طهمة لها وكأنه شبهة لها وكأنه بيقول لها أنت لست في موضع ثقة ولست في موضع أمان بالنسبة لي بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلاً يتتبع عثاراتهم ويتخونهم يعني نهى النبي إن الواحد يجي بالليل أو يجي في وقت فجأة كده بدون ما يقول لأهلنا جاي بحيث أن الزكت برضو تتهيأ له وتتزيل له وتتجمل له من أجل إيه العلة بقى اللي حضرة سيدنا النبي ذكرها في الحديث يتخونهم يعني يخون مراته ويتتبع عثاراتهم بل انظروا بقى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ما ينفعش أن الإنسان يظن ظن سيء ما ينفعش أن الإنسان يتبع الوسواس لأن الشيطان ووسواسة النفس أهم شيء عند الشيطان وأعظم شيء بيحبه الشيطان هو أن يفرق بين زوجين يأتي واحد من أعوانه ويقول أنا جعلت فلان يكذب جعلت فلان يسرق فهو لا يقربه إلا الذي يأتي إليه ويقول فرقت بين زوجين فيسني عليه ويقربه النص أكبر فرق هو الباب بين الزوجين أكبر 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 حاجة بيحبها الشيطان هو أن يفرق بين زوجين طيب إيه الصح في القعدة يا دكتوري؟ النهاردة فيه ستة تقولك إحنا نازلين نتكلم هنتكلم في إيه ما فيش حاجة نتكلم فيها فهنجيب في سير وبعد فالنهاردة إيه الصح؟ لو أنا مثلا قعدة حد حكيم قعد في القعدة هل الصح أن أنا أرد غيبة الناس دي ولا أوقف الكلام تماما؟ طبعا إحنا نعمل إيه؟ إحنا قدامنا ثلاث حاجات الحاجة الأولى ولا ذكر الله أكبر طبعا ذكر ربنا سبحانه وتعالى أعظم دايما لما حس أن أنا فاضي يبقى يجب علي أن أنا أكسر من الزكر اتنين طيب لو أنا عاوز أتحدث أتحدث عما يشغلني أنا في نفسي لو سمحت أنا عيوبي إيه؟ حديك أسدي إليه نصيحة أسأل حضرتك في تخصصك أسأل اللي قاعدين نستفيد تبقى جلسة علمية مثمرة جلسة أسرية أنا والله عندي ابني بيعمل كذا خبرتكم إيه؟ أفيدوني يبقى أنا إما أسأل عن عمر خاص بي أمر علمي أو أمر ديني أو أمر حياتي من غير ما أفضح ولادي بردو يعني من غير ما أقول أن أنا ابني مثلا ما بيذكرش أو حاجة أنا بقول أنتوا بتعملوا إيه؟ أنا مش بقول ده لمجرد الكلام أنا مش بقول ده ما الفائدة التي يعني جناها الجالسون أو جنيتها أنا؟ ما في فائدة ده العكس ده أنا حصلت على سيئات والعزو بالله وحصلت على أن يعني بتتبع ورات الناس وحصلت على أن لأن الشيطان طبعا ما يسيبش الإنسان كده ظنوب كثيرة طبعا طبعا أنا بغير عنه طبعا تجسس ولا تجسسه من ناحية صريحة نروح مع حضرتك ليه الموبايل يعني سبب كبير جدا من الأسباب الفترة الأخيرة للطلاق والمشاحنات والمشاكل والخناقات الزوجية الموبايل موبايل الزوج موبايل الزوجة وبنشوف كتير جدا الحالات وبنسمع عنها أنه الزوجة بتمسك موبايل زوجها بتشوفه بيكلم مين باعت رسائل مين وبالمثل برضو الزوج ساعات بيعمل كده مع زوجته شايف ضبط المسألة دي إزاي في بيوتنا المصرية لأنها بقت آفة مستمرة وسبب رئيسي للطلاق أولا طبعا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده يندرك تحت حكم الحرمة يعني التجسس بكل صوره حرام سواء أنا بتطلع على رسائل الزوج سواء أنا بسجله سواء أنا بفتح البريد الإلكتروني سواء أن أنا بحاول أتلصص عليه كل ده حرام الحكم الشرعي ليه حرام حتى لو فيه شكوك ما تبريلات مثلا هي بتسوقها إن لم يكن هناك دليل قوي جدا يدعو إلى هذا الأمر تمام فيجب علي أن أتوقف فورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث في غاية الروعة إذا ظننت فلا تحقق إذا شككت فلا تحقق لا تتبع الشك لأن الشك ده ظن والظن ده بياخدك من درجة لدرجة لدرجة لحد ما تصل إلى وسواس والوسواس يوصلك إنك ممكن تظن في شيء وإنت لا دليل عندك تمام؟ وطبعا الحياة الزوجية مبنية على اليقين ما ينفعش يزول اليقين بالشك وأخذنا منكم ميثاقا خفيفا ولا ميثاقا رغيقا ميثاقا غليظا وعاشرهن بإيه؟ بالظن بالشك ولا بالمعروف ومن المعروف أن يلتمث الإنسان الخيرات ولا يتتبع الزلات والعصرات بالإضافة في حديث بها قوي جدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله وشدت فيه قال إيه صلى الله عليه وسلم ألم النظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظروا في جهنم يعني لو أنا كده واحد صاحبي مسك ورقة وأنا بصت كده في الورقة ومتلصص كده بدون إذنه كإني ببص الجهنم مشكلة أننا فاكرين ده فهلوة ده حرام شطارة لا طبعا المشكلات إنما تأتي عن مخالفة أداب الشرع يعني دائما المشكلات بتكتر في مخالفة الشرع إحنا محتاجين طول الوقت نفتكر إيه صحة وإيه الحرام وإيه الغلط يعني طول الوقت نفضل نفتكر بدل إن المفاهيم كلها اختلطت ببعض